ونطلق مبادرة إن صح التعبير مبادرة أمن واستقرار ليبيا واجب وضرورة للحل السياسي للأزمة الليبية لم تنجح ليبيا منذ تسع سنوات بالرغم من الجولات العديدة والكثيرة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية والسلام والأمن والاستقرار والتنمية بل زادت حدة النزاعات وتحولت إلى نزاعات مسلحة شرقاً وغرباً في ظل استمرار الانقسام السياسي بين البرلمانيين مجلس النواب ومجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق لكل منهما رئيس ووزراء ووزرات عاملة ولا يزال كل منهما يقرر تشريعات يطبقها في ليبيا لقد أفرزت المرحلة الانتقالية في ليبيا بسبب نقص الخبرة التاريخية وغياب رؤية موحدة للدولة وعدم التوافق الاجتماعي دولةً هشةً وديمقراطيةً مشوهة ديمقراطيةٌ انتخابية والممارسات غير ديمقراطية في الواقع إن الليبيين لا يريدون العودة إلى النظام السابق لكنهم أيضاً لا يريدون أن يعيشوا طوال حياتهم مهمشين وأن تتحكم الحروب والعنف المسلح في حياتهم إن استمرار النزاع والاقتتال قد يدفعهم إلى اللجوء إلى تدابيرٍ تقوِّد الديمقراطية وتؤدي إلى ظهور فصائل متطرفة أو ديكتاتوريةٍ جديدة ولتجنب مثل هذه السيناريوهات يجب الكف عن الاستمرار في التسويات السياسية الخارجية والحوارات والمؤتمرات الدولية فالأمر لا يتطلب البحث عن الحلول من الخارج بل يتطلب البحث عن مخرجٍ يرضي كافة الأطراف ويحظى بتوافقٍ مجتمعي وهذا لا يتوفر إلا إذا تولَّت المؤسسة القضائية قيادة البلاد باعتبار أنها مؤسسةً قويةً ونزيهة وتحضى باحترام الجميع لتنفِّض خارطة طريقٍ دستوريةٍ للمستقبل ولا سيما كيفية نقل السلطة بشكلٍ ديمقراطيٍ سلميٍ ودائمٍ لضمان الاستقرار والالتزام بسيادة القانون وخروجٍ بثستورٍ موحدٍ للبلاد أصبحت غياب الشرعية القانونية لكافة الأسام الحاكمة الآن واستنفاذها آجالها وعدم مقدرتها تنفيذ المهام الموكلة إليها ثانياً إنقاذ ليبيا من خطر التفتُّت والانقسام ثالثاً حماية حقوق الإنسان رابعاً الرغبة في إقامة مجتمعٍ مبنيٍ على العدالة وحكم القانون آليات العمل لهذه المبادرة هو تشكيل مجلس رئاسي للدولة من السادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا الليبية رئيساً للدولة الليبية ثانياً رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائبٌ أول لرئيس الدولة ثالثاً القائمُ بأعمال النائب العام عضو المجلس الأعلى للقضاء نائبًا ثانياً لرئيس الدولة ويكون أيضًا رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية آليات عمل هذه المبادرة تشكيل مجلسٍ تشريعي يتكون من عدد عشرين عضواً وهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الباقين وعددهم وعددهم إثنى عشر عضواً ويُضاف إليهم عدد أقدم ثمانية مستشارين من المحكمة العلياً الليبية يصدُر بتسميتهم قرارًا من الجمعية العمومية للمحكمة حسب الأقدمية المعمول بها في قانون النظام القضاء إذ نُخاطب في هذه الكلمة الختامية الشعب الليبي بأن يدعم هذه المبادرة لأنها الحلَّ الوحيد لإنقاذ البلاد وإخراج البلاد من هذا النفق المظلم بأن تتولَّى السلطة القضائية أن تتولَّى إدارة البلاد لثمانية عشر شهرًا وجاءت هذه المبادرة من مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية لنُعلم الجميع أنها قد تأخرت ولكن نظرًا لفشل النُخَب السياسية وفشل المجتمع الدولي نقول في هذا اليوم ومن مدينة طرابلس عاصمة كل الليبيين أن يخرُج الليبيين لمساندة المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية في أن تتولَّى قيادة البلاد وأن تنعم ليبيا بالأمن والأمان والسلامة والإطمئنان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر